انا هنا مديني باي غراف و مديني عليه شوية بيانات عايز نحسب الفلوس للناس دي بتصرفها كل اسبوع عن الاكل عن طريق البيت شارت اللي هو مدهني ده فانا لو بسيت على البيت شارت هو مديني هنا نسبة الاكل 30% و مديني التوتال انقام بتاعهم 1820 فانا هنا هقول ان x على التوتال اللي هو 1820 في 100 اكوال 30 انو مدهني هنا في البيت شارت بتلاتين في المية فهجيب الاكس وسهل هضرب طرفين في وسطين وهجيب الاكس كل وسطة فهتبع اكس اكوال الانتين و عشرين في تلاتين على مية هعمل على الالحاسبة هيطلع معايا مقدر الفلوس اللي هم بيصرفوها كل شهر في الاكل هيطلع معايا بخمسمائة ستة واربعين دولار بس يعني انت اتحالل مش ماخدش خمس ازاي لو بياخد وقت في الفكرة بس ان انت هتجيبها ازاي او ايه المطلوب انما هو كسأل سهل وبسيط خش على السؤال التاني هنا مديني شوية داتا كل سيتي وكم برسيرج سنتر فيها واعيز نحسب الفايف نمبر سامري فور ديس داتا والرانج اللي ايه لا يحصل في الستاندر ديفيشن اللي هو انا شلت لوس انجلوس من الداتا دي اول حاجة الفايف نمبر سامري دي اللي هو اعيز اقل رقم واكبر رقم والكيو وان والكيو تو والكيو ثري اللي هي البوكس بلوت يعني فاول حاجة هعملها هرتب الارقام دي كلها هرتبها يبقى عندي تلاتة وتلاتين تسعة وستين خمسة وتمانين مية واحد وعشرين مية تلاتة وخمسين متين خمسة وتلاتين تلتمية واتنين تلتمية خمسة واربعين تلتمية واحد وستين خمسمية وخمسة واشر بس يعني ده الارقام بعد مرتبتها ان هنا الان عندي بعشرة هم عددهم عشرة طالما العشرة ده عدد ايفين فعشان اجيب الميديون هقسم العشرة على اثنين هيدين خمسة اخضر لرقم الخامس والسادس وقسمهم على اثنين فالرقم الخامس عندي اللي هو المية تلاتة وخمسين والسادس متين خمسة وثلاثين هجمحهم وقسمهم على اثنين فهيبقى الميديون اللي هو هيساوي مية تلاتة وخمسين زائد متين خمسة وتلاتين على الاتنين هعمل على حسبها يديني مية اربعة وتسين بعد اما جبت قيمة البيوتو هجب قيمة البيوان والكيو ثري الميديون انا عندي رقم هيطلع هنا فعلشان اجيب البيوان انا ونفس الكلام عشان احسب الكيو ثري هتبقى الميتين خمسة وتلاتين داخلة معي انا نجيب الميديون هين بنظر كده هيبقى الكيوان بخمسة وتمانين والكيو ثريي بتلتمية خمسة هربعين فده اول مساب عايزه من كده اجيبت الكيوان وكيو تو والكي سريي هقول لي بقى اللي عندية بتاعتها تلاتين واللارجز تلاتين خمسة ومية خمسة ولي شتاشة فاللي كان طلبه اللي هو shot و القيو 1 والقيو 2 والقيو 3 ده بالنسبة الأول مطلوب الثاني مطلوب هو عاز الرينج الرينج عندي بيساوي اللارجست ناقص بالسمولست فالرينج عندي هنقول فالرينج عندي بيساوي اللارجست ناقص بالسمولست إقوال 515 مؤينس 33 هعمل على الألحاز بقى أو بدماغ هيدكوا بـ 180 الثالث مطلوب هو عاوزه عايز نشوف التغير اللي هيحصل لو انا شلت من الداتا دي اللي هو رقب متاحها بيساوي 515 515 دي اللي هي أكبر رقم وبالنظر كده الفرق ما بين 515 بيت الأرقام 515 دي تعتبر أوتلاير فإيه اللي هيحصل لو انا شلتها اللي هيقل كتير لو انا شلت الأوتلاير دي علشان أثبت له الكلام ده لازم أجيب له كيمة الأوتلاير أصلا علشان أعرفه أنه هو أصلا فيه كيمة الأوتلاير وبعد كده أثبت له أن 515 دي أوتلاير فعشان كده لو شلتها كيمة الستاندر ديفيشن هيقل أجيب الستاندر ديفيشن قبل ماشيلها والستاندر ديفيشن بعد ماشيلها فديت تقترب مسألة الوحدة تعلم حلام أبقى أول حاجة أجيب الاي كيو ار قبل ما شلها مثل كيو سري ماينس كيوان ليه تلتمية خمسة واربعين كيو سري عندك تلتمية خمسة واربعين و كيوان كانت بخمسة واربعين و كيوان كانت بخمسة وثمانين يطلع ميتين وستين بعد كده أجيب المين قبل ما شل كيوان فاقول مثلا إكس بار بي فور مجموحهم على عددهم بعد ما هحسبها هاتو تلطع معي بميتين واحد وعشرين تسعة وعشرات بعد كده هجيب الستاندر ديفيشن بي فور بردوك هيبقى إكوال الستقرية روت سمميشن إكس مينس إكس بار سكوير على إن مينس واربعين هتحسبها هتطلعها لـ 156 و 205 زيورة 8 بعد كده كنت ترتبت الكيم مما كنت بجيبه Q1 والQ2 والQ3 هكتب نفس الكيم بعد الترتيب بس هشيل اخر رقم اللي هو بتعلوص انجلز وهحسب IQR تاني بعد كده هحسب الـ Standard Deficion تاني بعد كده هشوف ان الـ Standard Deficion L غالص هكتب له ان هو L علشان انا شيلت الـقوات لايار دي فاكتب القيام ثاني بعد اما امسح اخر قيمة اللي هي لوط لاير تلاتة وتلاتين تسعة وستين خمسة وتمانين مية واحد وعشرين تلاتة وخمسة ميتين عمسة وتلاتين تلتمية واثنين تلتمية حمسة واربعين تلتمية واحد وستين طب النظر كده هيطلع القيوتو بمية تلاتة وخمسين والكيوان هتبقى قيمة بين الرقمين دول والكيوثري هتبقى قيمة بين الرقمين دول فهجمع الرقمين دول وقسمهم على اثنين علشان نجيب الكيوان هتطلع لي بسبعة وسبعين وهجمع الرقمين دول وقسمهم على اثنين علشان نجيب الكيوثري هتطلع لي تلتمية تلاتة وعشرين ونص بعد كده هجيب الاي كيو ار افتر بعد ما شلت لوس انجلوس هتبقى 323 ونص ماء السبع وسبعين هتساوي في الاخر بعد عملها لحسبة 246 ونص طبعا هلاحظ ان كوميتها قلت كانت 262 بقت 246 ونص لعشان انا شلت الاوت لاير كما شلت الاوت لاير الاي كيو ار قلت وفي نفس الكلام مما اجيب احسب الاي كيو ار قلت برضك فهاجي هحسب ان الاكس بار افتر مجموحهم على عددهم بس هنا عددهم بقى تسعة مرة فاتت كان عشرة ان انا شلت واحد فبقى تسعة فاجموحهم كلهم بعد كده اقسمهم على تسعة هيدينا في الاخر مية تسعة وتمانين وثلاث تلاث 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 كده اجيب اللي افتر هيبقى بيساوي احسبه زي ما حسبت اللي فوق دي اللي فوق قد طلع بمية ستة وخمسين وكسر فهدي هتطلع بمية اربعة وعشرين وكسر بعدك شايف النتيجة دي والنتيجة دي ده الفرق اللي حصل فعلا اقول لهم انا شلت الاوت لاير اللي هي ساندر ديفيشن قال لي كثير مفروض انت شربت بعى الخطوات فالفيديوهات بتحلل الكوزات اللي فاتت بس اكا شكرا